بلغ عدد الانتهاكات خلال السنة الماضية 530 انتهاك ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 376 انتهاك منهم في حين ارتكبت جهات فلسطينية 176 انتهاك واضح انه في ارتفاع بعدد الانتهاكات خلال العام الماضي بلغت نسبته 38% في عام 2016 رصدنا 383 انتهاك طبعا زي ما قلت انه السبب الرئيسي هو زيادة الانتهاكات الاسرائيلية التي تصعدت حوالي 50% خلال العام الماضي وبالذات يعني خلال الاحتجاجات او الهبة الهبتين في القدس طبعا يلاحظ ايضا انه في ارتفاع بالانتهاكات الفلسطينية والسبب الرئيسي لارتفاع الانتهاكات الفلسطينية عاد بشكل اساسي الى التوتر لساد الساحة الفلسطينية بعد اتفاق او التفاهمات ما بين حماس والقياد المفصول من فتح محمد دحلان واللي تبعو حجب 29 موقع اخباري النسبة العامة للارتفاع بالانتهاكات يعني خلال المقارنة بالسنة الماضية وصلت الى 38 انتهاك انه في عام 2008 عدد انتهاكات الاحتلال 147 في 2019 سبعة وتسعين في 2010 مئة وتسع وثلاثين في 2011 مئة في 2012 مئة واربعة وستين في 2013 مئة وخمسين في 2014 ثلاثمية وخمسين في 2015 أربعة ومئة وسبعة في 2016 مئة وتسعة واربعين انتهاك طبعا زي ما قلنا في عام 2017 بلغ يعني من جمع الانتهاكات الاسرائيلية ثلاثمية وستة وسبعين انتهاك الاسرائيلية راح نلاحظ التالي من اصابات او اعتداءات جسدية 139 العدد اعتقاله توقيف وتحويل ادارة 33 منع تغطية 38 مصادرة واحتجاز معدات 31 اتلف معدات وصيارات 16 احتجاز غالبا يتخللوا استجواب 39 دهم مؤسسات منزل 16 اغلاق مؤسسات اعلامية 17 استدعاء استجواب 4 منع من الصفر 3 تهديد 2 حث مواد 5 ابعاد عن القسم منع دخولها 1 غرامة 12 استهداف لمنع التغطية 20 والتوقف عن متل هيك سياس لانو اقصم قانون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر